اشتركوا في القناة اول شيء نبحث عنه وهو معنى هذه الجملة اذا ما المعنى المراد اذا من يبذر الشوك يجني الجراح اذا ستقول ان المعنى المراد هنا وهو من يتعامل مع الناس معاملة سيئة فسيتعاملون معه كذلك بالمعاملة سيئة نفس المعاملة كيفما تعامل تعامل كيفما تعامل تعامل وبالتالي فالمعنى المراد هنا من يتعامل بالسوء يرد اليه من يتعامل بالسوء يرد اليه اذا تعامل بالسوء اين يجب علينا ان نضع هنا التعامل بالسوء اذا الجملة تقول من يبذر الشوك يجني الجراحة من يبذر الشوك يجني الجراحة اذا ستقولون من يبذر المعاملة السيئة التي تشبه الشوك المعاملة السيئة التي تشبه الشوك لان هذه الجملة تحتوي على استعارتين تحتوي على استعارتي الاستعارة الاولى وهي الشوكة التي جعلناها تشبه او اخذنا منها صفة واعطيناها للمعاملة السيئة اذا الاستعار الاولى بمعنى المستعار له الذي سيكون قبل من الشوك قبل الشوك سنقول من يبذر العمل القبيحة الذي يشبه الشوك من يبذر العمل القبيحة الذي يشبه الشوكة ولدينا استعارة في النهاية يجني الجراحة الجراحة لا تجنى وبالتالي ما الشيء الذي يجنى الذي يجنى وهو الثمر وبالتالي يجني الجراحة كما تجنى او كما يجنى الثمر وبالتالي فالمستعار له في الاستعار الاولى محدوف والذي هو العمل القبيح بمعنى من يبذر العمل القبيح كالشوكي من يبذر العمل القبيح كالشوكي أما للسعارة الثانية التي هي يجني الجراحة ستقول أن اللفظة التي استعملت في غير معنى الحقيقي هي يجني لأن الجراحة لا تجنى وبالتالي هذه الكلمة التي خرجت من معنىها الحقيقي يجني أسندناها للجراح أسندناها للجراح وهي خاصة بمن خاصة بالتمر بالتمار وبالتالي سنقول يجني الجراحة كما يجنى الثمر وبالتالي فكما تلاحظ المستعار له محذوف في البداية في الاستعار الأولى وتقدره العمل القبيح يبذر العمل القبيح الذي يشبه الشوك والمستعار له في الاستعارة التانية مذكور وهو الجراح بمعنى يجني الجراحة كالثمار يجني الجراحة كالثمار وبالتالي فالمستعار منه هناك ذلك لدينا كلمتين إذن كلمتين كلمة الأولى مذكور بمعنى المستعار منه في الاستعارة الأولى يبذر العمل القبيح كالشوك إذن المستعار منه مذكور وهو الشوك أما في الاستعارة التانية جملة الاستعارة التانية التي هي يجني الجراحة قلنا يجني الجراحة كالثمار وبالتالي فالمستعار منه محذوف وتقدره الثمار مثل ما سبق وقلت تعالوا معي لكي نبحث عن وجه الشبه بينهما أو العلاقة بينهما نبحث في البداية عن العلاقة بين العمل القبيح والشوك ما العلاقة المشابهة بين العمل القبيح والشوك وجه التشابه بينهما هو الأذى الأذى بمعنى أن العمل القبيح يؤدي أو نؤدي به الناس والشوك كذلك يؤدي الناس إذن علاقة المشابهة بالنسبة للسعارة الأولى هي الأدى أما علاقة المشابهة بالنسبة للسعارة الثانية جملة للسعارة الثانية والتي يجنل جراحة كالثمار فلدينا هنا علاقة المشابهة هي الألم وبعد نكون قد وصلنا إلى الرقم الرابع من أركان الاسعارة ونبحث عن الكلمات التي تدل على المعنى المراد المعنى المراد والذي هو الأدى والألم من يجني من يبذر العمل القبيح الذي هو الأدى فهو يجني ماذا؟ يجني الألم يجني الجراحة وبالتالي فالقارين الذين هنا مذكورة وهي يبذر وكذلك يجني إذن كلمتين هما القارينة التي بيّنت لنا المعنى المراد بمعنى من يتعامل بالسوء يُعامل كذلك به يُعامل به واللفظتين أو اللفظتين التي دلت على القارينة وهي كما ترون يبذر ويجني وبالتالي فالقارينة مذكورة إذن فهي لفظية نتلفظ بها لأنها موجودة في الكلام ومقالية بمعنى أنها مكتوبة وهي يبذر ويجني ما نوع هذه الاستعارة؟ إذن نحدد نوع الاستعارة ستقول أنه لدينا هنا استعارتين جملة استعارة جملة استعارة لدينا إثناء لدينا استعارتين الجملة الأولى التي هي من يبذر العمل القبيح كالشوك وجدنا أن المستعار منه مذكور وهو الشوك وبالتالي فهذه الجملة الأولى هي جملة استعارة صريحية بمعنى صرحنا بالمستعار منه وهو الشوك أما بالنسبة لجملة الاستعارة الثانية يجني الجراحة كما تجني التمار يجني الجراحة هنا نلاحظ أن المستعار منه محذوف وهو الطمار وبالتالي فهي استعارة مكنية لأن المستعار منه محذوف وهو الطمار وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو دمتم في رعاية الله والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة